السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في تاني الحلقة من سلسلة حلقات جنرال ان اورجانيك كمستر تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مقدمة في المنهج بتاعنا وهي تعتبر من اسهل الحلقات او من اسهل المحاضرات والاسئلة عليها تكون بسيطة لان هي في المتناول هو هي يقول لك يعني ايه يقول لك يقول لك يحسب لي الغادة عن طريق ان هو يقول لك ان انت عندك عنصر فلاني ليه اكتر من ايزوتوب وكل ايزوتوب ليه النسبة اللي موجود فيها في الطبيعة ده سؤال سهل وبسيط جدا تقدر تحسب فيه ان هو يدي لك سيمبل لاي اتم اي عنصر اي زرة ويدي لك الاتوميك نمبر بتاعها والمس نمبر بتاعها ويقول لك يحسب لي النامبر اف نيوترون والنامبر اف الكترون واخدنا ملحوظة مهمة انك انت لو هو مدي لك شكل الاتوم وان هي يعني 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 انا بطرد ان هو قال لك فانت ما او الاتوميك نمبر اللي مديه لك ده يبقى مفيش فيه مشاكل ولكن هتشيل اتنين لان هو كده بيقول لك ده ايون موجب يعني فوق الاتوميك اللي هو مديه لك. النامبر اف نيوترون ده حاجة بسيطة جدا وعبارة عن ناقص الاتوميك نمبر. فمحاضرة المرة اللي فاتت كانت محاضرة سهلة وبسيطة. الجد هيبدأ زي ما احنا بنقول بقى ايه من المحاضرة دي. فالمحاضرة دي ارجوك ركز كل التركيز معايا. زي ما طلبت منك انك تجيب اخرك في الموضوع ده لان احنا هنبدأ النهاردة بازن الله على التركيب الالكتروني للزرة. محاضرة النهاردة هيبقى فيها شوية حسابات شوية يعني هي هتبقى مسألة قوانين وتعوضات وشوية اساسيات هنعرفها. فاركز بالله عليك معايا لو انت مش مركز دلوقتي ارجوك افل المحاضرة واول ما تستعيد كل تركيزك تقدر ترجع للمحاضرة تاني. ايه هي هو بيقولك دي او الطاقة المشاعة هي عبارة عن هيرمز لها بالأول ما تشوف معايا يعرف ان انا بقولك يعني اشاعات كاهرومغناطيسية بتتحرك في الفراغ بتتحرك في الفراغ ازاي على شكل موجه بسرعة ايه طيب بيقولك ان وجدوا انه سرعتها بتساوي تقريبا سرعة الضوء اللي هو انت عارف ان هي بتساوي او تلاتة في عشر او اس تمانية متر على الثانية. يبقى اول ما هقولك ايه يا الراديانت انرجي قول ليه والله ان دي تلاتة في عشر او اس تمانية متر على الثانية ده هنبدأ تاني ده شكل اوضح لها هو علشان نبدأ ناخد كل مصطلح ونفهمه على الرسمة. اول حاجة يقول لك عليها ايه هي الامبليتيود? الامبليتيود اللي هي اللي بيسموها السعة او شدة الموجة. يعني من اسمها شدة الموجة والله يعني الموجة دي القمة بتاعتها بتروح فين عن السنتر والقاعة بينزل لحد فين عن السنتر برضو. فكل ما القمة دي ارتفعت لفوق يبقى معنى كده ان الامبليتيود بتاعتك اعلى. فهو بيسمي لك ان الامبليتيود دي عبارة عن يعني ارتفاع القمة او او عمق القاع. او بيسميها لك حاجة تانية هي عبارة عن ده بيسموه الميدل لين فالمسافة من الميدل لين للتوب او المسافة من الميدل لين للبوتوم اللي بيسموها الامبليتيود. تاني تعريف هنعرفه اللي هو الويفلنس. الويفلنس يزيدي اللي هو الطول الموجي. الطول الموجي احنا كنا بنقول انه هو عبارة عن عن يعني مش مجرد نقطتين متتليتين وخلاص لا. ده هو بيقول لك عبارة عن نقطتين. المسافة ما بين نقطتين متتليتين. يعني نقطتين ورا بعض وشبه بعض. يعني ايه? يعني من الاخر يا اما قمتين ورا بعض يا اما قاعين ورا بعض. يعني ايه? يا تو كريست يا توت روبفة ربعة. يعني المسافة من هنا الهنا ده من هنا الهنا وفلانس. من هنا الهنا وفلانس. من هنا الهنا وفلانس. انها متجيش تقول لي من هنا الهنا. كده ما بقاش اسمه لان هو اشترت عليك قالك ان هو هيبقى اليونك بتاعت انا بقول لك ده طول موجي. يعني طول. الطول بيتأس بيه يا سيدي او بوحدات المتر. وحدات واشباه وحدات المتر. يعني ايه يا عم الكلام ده؟ المتر انت عارف انه اي طول بيتأسب المتر. طب ايه وحدات بقى المتر؟ كل تحويلات المتر السنتيمتر النامتر الانجستروم الله 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 ده الكلام كبير قوي. كلام كبير ايوه بس كل ده انت هتعرفوا دلوقت هتعرف ان ده مجرد تحويلات رقم سابت فيه زي ما بتحول من المتر للسنتيمتر بتضرب عشرة وساتنين. هتعرف ازاي questiond تتحول من متر الانجستروم وبيكوميتر ومايكروميتر وكل الوحدات الجميلة دي. تالت تعريف وهو الفريكونسي اللي هو التردد وبيرمزوره برمز نيو. عبارة عن ايه بقى? الفريكونسي عبارة عن عدد الويف او عدد السايكل اللي بتعدي في نقطة يعني خلال نقطة معينة في الثانية الوحدة. يعني انا لو قلت ان دي هي كلها ثانية واحدة. قلت لك بقى عديلي الويف الكاملة. الويف الكاملة تبدأ من هنا وتنتهي هنا. يعني دي كده اتنين تلاتة تلاتة وايه? تلاتة ونص. يبقى دول كده بالزبط التلاتة موجات ونص يبقى الفريكونسي بتاعتك هيبقى ليه هيرتز? لان هو هنا بيقول لك ان بتاعت الفريكونسي بقى عرفها معك اما يعني هي واحد على ثانية. او هيرتز. يبقى انه لما قل لك او هيرتز هي هي وحدة الفريكونسي ولما قل لك متر سنتيميتر نانوميتر مش هي هي قوي. لانها لما قل لك واحد متر مش هتقول لي هو هو واحد سنتيميتر فيه كل التحويلات دي وهتبقى التحويل الوحدات من اي واحدة لأي واحدة ما تقللش بالنقطة دي خالص رابع تعريف عشان نختم به تعريفات الرسمة دي وهي والله هو بيقول لك ان العبارة عبارة يعني من الاخر واحد على لمضة هي بتساوي واحد على لمضة طب انا كنت اواخد اللمضة اللي هي اليونت بتاعتها متر سنتيمتر هتبقى اليونت بتاعته يبقى واحد على ميتر ليونس واحد على ميتر اللي هي ميتر ليونس واحدة على سنتيمتر اللي هي سنتيمتر ليونس ما نانو ميتر ما ستورو vary ده يا سيدي اقول حتة اللي انا كنت بقل لك عليها وانت كنت مستعجلني دي التحويلات انا لما اقول لك حولي من سنتيمتر لميتر يبقى معنا كده هتضرب بصت المبدأ العام اللي احنا كنا ااخدينه لما اجي احول من الكبير للصغير بضرب في الرقم السابط ده بضرب فيه غير السالب طب ولما اجي احول من الصغير الكبير كان يقول لك اقسم عليه يبقى الكبير يضرب الصغير بس الصغير لما يجي يضرب الكبير يقسمه يعني يديله شنكل كده زي ما بيقوله من تحت فيقسمه فانت لما بتقسم على رقم يعني بتضرب في واحد على الرقم والواحد على الرقم ده اللي هو مثلا بتحول من سنتيمتر لميتر كنت بتقسم على مية مية دي يعني واحد على مية يعني واحد على عشرة قس اتنين العشرة قس اتنين دي تمطلع فوق تبقى 10 قص مينس 2 فده بالضبط اللي بيحصل لو انا هشتغلك هنا من اليمين يبقى من الميتر للسنتيمتر يبقى انت هتضرب في 10 قص 2 من المتر للسنتيمتر 10 قص 3 من متر المايكروميتر 10 قص 6 من متر النانوميتر 10 قص 9 من متر الأنجستروم 10 قص 10 من متر البيكوميتر 10 قص 12 ولو حابب تزود من متر الفيمتوميتر اللي هي الوحدة بتاعة الفيمتو بتاعة العالم الكبير احمد زويل يبقى عشرة قص سالب كام قص سالب خمستاشر طب لما انا اجي حول من الصغير للكبير هتضرب بقى في العشرة قص سالب دي باختلاف الارقام او اختلاف الباور اللي على العشرة التابل ده مهم جدا لان المسائل كلها مبنية على فهمك للتابل ده ولاخبطة ولاخبطة ولاخبطها لكلها هتبقى في التابل والوحدات وان هو يدي لك مسلا المسألة بالسنتميتر وبالاخر اليونت طلعلك بالميتر او بالنانوميتر وانت مش واخد بالك فتلاقي نفسك بتنقص درجات معلومة لازم تبقى انت عرفها ودي معلومة منطقية ان كل ما الامبلتود او كل ما الانتنست الامبلتود زادت كل ما الشدة او الساعة بتاعت الموجة زادت الانتنست بتاعت الويف زادت طبيعي يعني انا زي ما قلت لك ان خلينا نتكلم بشكل عملي شايف الشكل الجميل ده انت عندك ده العصورة حاجة رقيقة كده الانتنست او الامبلتود بتاعت الويف بتاعتها حاجة بسيطة جدا يبقى الانتنست او الشدة بتاعتها ايه صغيرة يعني هو حتى بص هو مش عامل اي مجهود عشان يطلع السود ده انما النيجي ما شاء الله لكائن الرخ ده جاب اخره يعني اه بطلع لسان المزمار بتاعه وهاتم عندك بقى ده جاب اخره زي ما بيقوله فالامبلتود بتاعته زادت فالانتنست بتاعته زادت فالصوت اللي في الاخر اللي هطلع منه هيبقى حاجة صعبة جدا الرسمة دي مهمة لان وارد ان هو يجيبها لك في اه او يجيبها لك في اي سؤال ويقول لك مين في الموجات دي يعني هو ممكن يجيب لك مكتين يعني يقارن لك المكتين اللي في النص دول ويقول لك مين في دول عنده اعلى فريكوينسي عنده اعلى تردد عنده اعلى امبلتود طيب بص يا سيد انت اعلى فريكوينسي انا لو افترطت هو كمان بيجيب في المسألة يقول لك ان او واحد يعني لو هتقول ان دي الثانية هنا هي هي الثانية هنا الفريكوينسي خلينا نقول مين اعلى فريكوينسي احنا قلنا الاعلى فريكوينسي تقدر تجيبها بحاجتين يا اما بعدد السايكل اللي موجود يا اما اعلى فريكوينسي هتبقى اقل لان ما تنساش ان الفريكوينسي بيتناسب عكسي او مع الويفلينس طيب دي كده اعلى موجات يعني بص دي عدد كبير جدا من الوجات مقارنة بدي يبقى دي اعلى فريكوينسي طب احنا قلنا هو الويفلينس ما بين اما تو كريست اما تو تروف طب انا هنا الديستانس دي اكبر من الديستانس دي يبقى دي هتبقى اعلى فريكوينسي بس دي اعلى ويفلينس مين اعلى والله يا بص انت الامبلتود هترسم آآ فهتبقى الامبلتود الويف التانية دي هي اللي عندها اعلى شدة ملحوظة انا قلت لك دلوقتي وهتيجي بعدين ان الويفلينس بيتناسب عكسي او مع الفريكوينسي يعني التردد او الطول الموجي بيتناسب تناسب عكسي مع التردد هنا هقولها لك بالتوضيح او بيقولك ان الريليشن ما بين الفريكوينسي والويفلينس هم عبارة عن يعني ايه الكلام ده يعني انا لو هشيل الكلام ده واعبر عنه بعلاقه حسابية فهقول الفريكوينسي اللي هو بيتناسب يبقى واحد على الحاجة بتاعتك اللي هو معها واحد على لندة واحد على عايزة عايزة اشيل علامة التناسب دي او علامة البروبيرشن بيشيلها بايه بتشيلها بتحط مكانها يساوي وبتضرب في ثابت هم وجدوا ان الكونستانت اللي بيربط ما بين الويفلينس والفريكوينسي هو كان السبيد لايت او سرعة الضوء يبقى انا ممكن اشيل العلامة التناسب والقانون النهائي بتاعي يبقى بالمنظر ده ان النيوب بتساوي سي على لندة سي دي اللي هي سرعة الضوء اللي هي تلاتة في عشر قصة تمانية متر على الثانية دي نفس الرسمة اللي انا ورتها لك في السلايد اللي فات وشرحنا عليها مين اعلى ومين اعلى فريكوينسي فانت كده بالنظر تقدر تقول اعلى فريكوينسي اللي هي هتبقى اقل طول موجي او اقل الويفلينس او اعلى فريكوينسي اللي هي يبقى عندها عدد موجات اكتر من التانية هنا اللي اتنين دول هيبقى ليهم تقريبا نفس الامبليتيود لان الاسكيل كرأسي وقفكي يعتبر واحد الجزئة دي مهمة جدا لان هي وارد ان هي تجيلك في مسألة بقى مين موجة اعلى تردد اعلى ويفلينس اعلى انتنسي اعلى امبليتيود فركز بقى في الجزئة دي وخليك فاكرة كويس ملخص الكلام بقى اللي فده كله وملخص قواعد الراديه خليك حافظها وخليك عارفها ان الانرجي ان كل ما الويفلينس زاد يعني كل ما الطول الموجي بتاعك زاد تلت حاجات بيتناقصوا معاها او تلت حاجات بيتناسبوا عكسي معاها الانرجي هتقل الفريكوينس هيقل الويف نمبر هيقل طب الويف نمبر انا عارف ان هو يقل لي لانه هو اصلا بيساوي مقلوب او واحد على الويفلينس الفريكوينسي انت لسه ايه اللي او انه عشان الفريكوينسي ان يو بتساوي سي على لامضة فالفريكوينسي اصلا بيتناسب مع الويف لينس واصلا هتعرف قدام ان الانرجي بتتناسب مع الفريكوينسي يبقى معنا كده ان الفريكوينسي الانرجي بتتناسب مع الويف لينس كلام جميل يبقى ملخص كل اللي احنا قلناه في المرابع الجميل ده خلاص ننقل على موضوع تاني وهو الالكتروماجنيتك راديشن او ايه هي بقى ايه امار بس يا سيدي اي ضوء اي اشعاعات في الدنيا دي كلها بيحكمها سكيل واحد لازم تبقى عارفه وحفظه من الشمال اليمين من اعلى طاقة الاقل طاقة من اعلى ويف لينس الاقل ويف لينس زي ما انت هتشوف معاه دلوقتي ان انا ببدأ ده الالكتروماجنيتك راديشن اللي اللي مكتشفينا حتى الان بتبدأ بالجاما راي اكس راي الترا فيلت الي يو في فيزبل ريجين انفراريد مايكرو ويف راديو تي في ولون جراديو ويف ده تسلسل اليم ار هنا اعلى طاقة علشان هنا اعلى فريكنسي هنا اقل طاقة علشان هنا اقل فريكنسي فالجزء دي خليك عارفها بالله عليكم متنسهاش والترتيب ده لازم تبقى حافظه اكرر بقى معايا تاني من الشمال اليمين من اعلى طاقة لقال طاقة جاما راي اكس راي يو في فيزبل ريجون انفراريد مايكرو ويف راديو لون جراديو ويف متنساش بقى الجزء دي خالص بالتقسيم ده انت طبعا عارف ان الفيزبل ريجون لما بتعدي على منشور او بتعدي على بتتحلل السبع علوان اللي احنا عارف انهم هنا انا بعرف لك بقى كل دي الانرجي بتاعتها بالليونت بتاعتها يعني لو بدأت احنا قلنا ابدأ بالانجستروم لحد ما توصل للميتر يبا انت لو بنسيت او تلخبطت ابدأ كده ايه من لحد ما توصل للميتر اكس راي انجستروم في الملي مايكرون دي اصلا اللي هي هي النانو ميتر خلي بالك ما هو ملي مايكرون يعني المايكرون هتضربه في عشرة السالب تلاتة هو كمان هيبقى اه عشرة السلب تسع يعني هي عشرة السلب مقتل ستة في عشرة السلب تلاتة يبقى عشرة سلب تسع الاي ار مايكرون الاي ار التانية اللي بعدها لان انت عندك الاي ار دي بتتقسم لتلاتة recognizing انفرا اه اه فار وميد ورير رير وميد وفار الاي ار برضه او الانفرا بتتقسم ليه تلات مناطق. المايكروويف بالسنتيمتر والتي في والراديو بالميتر. يبقى انت الترتيب ده تبقى حفظه والترتيب ده تبقى فاهمه وتمشي معاه واحدة واحدة. هديك مثالة على القانون اللي اللي فات اللي احنا خدناه هو مثال تعويض مباشر بيقولك حسيب لي الفريكونسي اللي 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 بتاعها او الطول والموج بتاعها 600 نانوميتر. اول حاجة هتعملها لما تلاقي 600 نانوميتر تحولها للمتر. من نانوميتر للمتر هتضرب في عشرة قس سالة بتاسعة. يبقى هتقوله ان بيساوي 600 في عشرة سالة بتاسعة. اكتب قانون بتاعك او قانون اللي احنا واخدينه ان هو بتساوي في سي على لامضة. لازم في حل المسائل لو جاية مسألة مقالية او مسألة صريحة كل حاجة هتكتبها هيبقى عليها جزء من الدرجات او جزء من الماركس. فلازم اكتب القانون ما ينفعش هكتب تعويض مباشر على طول. هو عارف والله ان اه ده على ده. وسلازم تكتب له القانون. وتعوض وبعد وتكتب له كمان بعد ما حولته للمتر. وتحسب الحزبة بتاعتك واهم حاجة ما تنساش الوحدات. يلخبطك في المسألة دي لو جابها لك ويقول لك الاختيارات بقى. ان الرقم ده ولا نفس الرقم ده في اه هيرتز ولا نفس الرقم ده اه ويغير لك فيه ويقول لك اه يحط لك نفس الرقم ده ويكتب لك سكند. ويحط لك الاجابة الرابعة اللي هما كانوا سكند ماينس وان وهيرتز. يبقى بصوا هنا ايه لعب معاك على الوحدات ما لعبش معاك على الارقام. فانت الوحدات حاجة مهمة جدا. الرقم من غير واحدة ملهوش قيمة. ملهوش قيمة. ملهوش فايدة. يعني انت لو جيت قلت لي انا معي خمسمية. طب انعارف انت معي خمسمتي هل خمسمية جنيه ولا خمسمية الف ولا خمسمية اي حاجة. معرفش انت معك ولكن لما تقول لي والله انا معي خمسمية جنيه. خلاص انت رقمك كده واضح. والله لما تيجي تقول لي انا تلاتة وسبعين. طب انا عرفت انت تلاتة وسبعين ايه هل ده يعني طولك ولا وزنك ولا حجمك ولا ارتفاعك. فلما تقول لي والله انا تلاتة وسبعين كيلو فخلاص انا كده عرفت ان وزنك تلاتة وسبعين كيلو. فالرقم من غير يونة ملهوش اي لازمة. مسألة تانية كده حاجة بسيطة كاستنتاج بقى دي. بيقول لك والله انت عندك بندليوم اللي هو البندول عمل في اربع ثواني وان سايكل. حسيب لي الفريكنس بتاعك. من قانون الفريكنس ان هو عدد الموجات في الثانية الواحدة. ده ده هو خد في اربع ثواني يعمل موجة واحدة او يعمل وان سايكل. فقانون النيو اصلا عبارة عن مقلوبة اللي هي واحد على التي. يبقى واحد على اربعة يبقى يعني خمسة وعشرين من مية هيرتز او خمسة وعشرين من مية ساكند ماينوس ون. ماكس بلانك ويه القوانتم سيري. ماكس بلانك ده بقى ايه عالم من العلماء المحترمين في مجال الكيميا واللي ديهم اسهمات كبيرة جدا في مجال الكيميا. ماكس بلانك قال لك ايه بقى? ماكس بلانك قال لك حاجة حلوة جدا قال لك ان الاتوم او الميليكيول يعني الزرق والعنصر يقدر يمتص او يعمل يعني يعمل للطاقة والطاقة دي قال لك بتبقى يعني حاجة محددة مش اي حاجة والسلام. يعني انت كعنصر او ميليكيول والله تقدر تمتص جزء من الطاقة او تفقد جزء من الطاقة. وسمى الحتة دي كوانتم. فالكوانتم هي اقل كمية من الطاقة يبقى اقل كمية من الطاقة الجزء او العنصر يقدر يمتصها او يقدر يفقدها. ده الرسمة بتاعة والله انا عندي هنا او عندي اعتبر ان دي اتم اللي هو بيكون اكسر لاي زرة هو بتاعها. نزل ضوء ولا نزل اي مصدر للحرارة اديها طاقة بمقدار الاتش نيو فانتقلت للمستوى الطاقة الاعلى. بها هي كده عملت ابزوربشن. بعد جزء من الوقت هتفقد نفس الكمية الطاقة اللي امتصتها. يبقى هنا كانت الدلتا يبقت بالباس. هنا هتبقى بالنيجاتيف. ان هي طلعت الطاقة اللي امتصتها. فالرسمة دي بتقول لك والله ان الابزوربشن هو ترانزيشن. من اللور الانرجي للهاير انرجي. الامشن بالزبط ان انت بتعمل من اللور. والله كأنك بتاخد فلوس وبتدي فلوس. انت بتاخد فلوس يعني خدت ابزوربشن بقى الميتين جنيه من الحج فانت كده بقى ايه انتقلت من المستوى تحت لمستوى عالي بقى. بدل ما كنت هتفتر عند عمرو بتاع الفول هتدخل تفتر عند ماك. طب الفلوس بقى خلصت هتقوم راجع تاني بتاعك وتروح تاني يوم تفتر عند عمرو وتكمل بكوبات الشامن جنبه. فده مفهوم الابزوربشن والامشن ومفهوم القوانتم. ده رسمة تانية برضو ايه بتوضح لك ايه اللي بيحصل. انت عندك هنا الالكترون او الزرة موجودة في بتاعها بتاكتسب جزء من الطاقة او طاقة خارجية جاي لها. وتطلع تلفت. اول ما بتفقد الطاقة السهم الاحمر اللي انتو شفتو ده ترجع تاني بتاعها. يبقى تاني انا باكد عليك ان مع اي آآ علام التناسب علشان ايشيلها بايكول لازم يبقى فيه سابت. في الحالة دي السابت بتاعي هيبقى السابت العالم الكبير ماكس بلانك اللي هو اتش. يبقى الاي بتساوي اتش نيو. ماكس بلانك الكنستانت بتاعه كام? ستة بوينت ستة تلاتة في عشرة قس سلب اربعة وتلاتين جول في ثانية. خلي بقى لك دي جول في ثانية مش جول على ثانية او مش جول في ثانية اه في ساكند مينوس وان. تمام. قادر احاول القانون ده اه والله انت النيو نفسها تقدر تشيلها وتحط مكانها سي على لمضة من القانون اللي خدناه من شوية. يبقى الانرجي بتساوي اتش نيو او بتساوي اتش في سي على مضة وانت عارف ان الواحد على لمضة او الواحد على الويف لانس بتساوي الويف نمبر. يبقى دول التلات اشكال القانون الانرجي من استنتاجات ماكس بلانك اللي تقدر تطبق اي قانون فيهم علشان يفيدك لصالح المعطيات او لصالح المطلوب في المسألة اللي هو عايزها منك. ده القانون هو بيقولك ان النيو بتساوي في سي على لمضة. ده ان الوف نمبر بيساوي واحد على لمضة. عم اينشتاين بقى. عملت ايه يا عم اينشتاين مش سايبنا في حال لا انت. والله عم اينشتاين قالك ان الضوء في الكيميا القديمة او في الكلاسيكال كيميستري او في الكلاسيكال ميكانيكس او في الكلاسيكال كوانتم كانوا بيقولوا ان هو جسيم. واطلقوا عليه رمز الفوتون او مسمى الفوتون. جاء اينشتاين قالك لا والله هو بجانب بتاعته هو ليه يبقى فسماء الطبيعة المزدوجة للضوء. واللي القانون المشهور اللي انت عارفه دي القانون ده بيمثل بتاعت الجسيم. ان مجدار جزء من الطاقة. الجسم هو اللي بيبقى ليه ماسي. يبقى ليه بيساوي ام في سي سكوائر. تمام? تمام. هنا مثال كده بسيط على القوانين اللي فاتت بيقول لك والله احسب لي يعني حسيب لي اللي يقدر يعمل لها او عادي ما فيش مشكلة لو قال هلك كده او كده. اللي بتاعه خمسمية تسعة وتمانين نانوميتر. اول حاجة تفكر فيها بحل المسألة دي هتكتب القانون تمام اللي هو على لانضة. لانه هنا بدي لك اللي هي اللمضة. دي لازم تحولها للمتر. يبقى خمسمية تسعة وتمانين تضربها في عشرة قس سالب تسعة. عشان بحول من نانوميتر للميتر. انا كتبت القانون. كتبت التعويض. ادي سرعة الضوء اللي هو سي. ودي الاتش اللي هو سابت بلانك. اسمت على اللي مدهولي بعد ما حولته ان انا ضربته في عشرة سالب تسعة. هيديني قيمة الاي بالجول. الاي بالجول يا سي دي لان انت هنا عندك متر على الثانية. وهنا جول في ثانية. وهنا بالمتر. المتر هيروح مع المتر اللي فوق. والثانية اللي كانت هنا هتروح مع الثانية اللي هي مقسومة هنا اللي هي كانت تحت يتفضل لك الجول بس. ده مسألة تعويض مباشر وارد ان هي تجيلك وهتبع حاجة من الحاجات المضمومة. بقول لك خلي بالك والله ان الواحد الجول الواحد بيساوي عشرة قصة سبع ارج. انا ممكن الاخبطك في ان انا بدل ما احسب hein ايحسب لك او اقول لك الناتج بالجول. احسبو لك ان الارج في السكن. ليه? لان ده وانت تعوض يعني اا بسابت بالانك بالارج. يبقى معنى كده ان التكاللي تطلع لك تطلع لك بالارج مش بالجول. في الحالة دي انت اتاعوض بسابت بلانك ستة بوين ستت ثلاثة. فعشر اص سترة سبعة وعشرين ارج في السكن. ليه? لان هو بيقولك ان الواحد جول بيساوي عشرة قصة سبعة ارج. دي حاجة ملحوظة صغيرة كده. وما اعتقدش ان هو ممكن يلعب عليك بحاجة زي كده. بس خليها بيهنك برضو. سؤال تاني برضو تعود مباشرة وبيقول لك انت عندك اتنين ضوء واحد 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 لا يلو وميدي لك في الحالة دي ميدي لك حسيب لي الطاقة. والله هتقول له ان الطاقة بتاعت اليو فيها تكتب القانون الاول لازم تكتب القانون في المسائل لو المسألة جاية لك مسألة مقالة. لان كتابة القانون هيبقى عليها جزء من الماركس بتاعتك. يبقى تقول له ان الاي بتساوي اتش في سي. لا بس في الحالة دي هو مدي لك الفريكنسي. يبقى الاي بتساوي اتش نيو. عندك الاتش اللي هو سابت هتعوض بيه. وعندك ان اي هو مديه لك هتعوض بيه في سكند ماينوس وان يبقى اتقل لك بالجول. لان كان جول في السانية. وتاسم على السانية بتاعت الفريكنسي يتفضل لك الجول. نفس اللي عملته في اليو او في الالترافايلوت هتعمله في اليلو. هيطلع لك رقم. ممكن يزود عليك في المسألة دي. تقراها الرأس السؤال كويس ان هو يقول لك اعمل لي كومبير ما بين التولايت. وقول لي مين فيهم الاكبر. في الحالة دي هتقسم الالترافايلوت على اليلو. هيطلع لك النسبة ما بينهم تقريبا حوال واحد وخمسين. يعني معنى كده ان اليو في او الالترافايلوت الانرجي بتاعتها اكبر بمجدور واحد وخمسين مرة من اليلو لايت. هنا لو قال لك كومبير هتعمل زي ما قلت لك بتاعت اليو في على اليلو هيطلع لك رقم وتعمل له كومنت كده تقول له والله ان معنى كده ان اليو في اكبر من اليلو بمجدار الفركش طالع لك. مفهوم جديد وهو الفوتوالكتريك ايه هو الفوتوالكتريك ايه هو التأسير الكهروضوئي. يعني حاجة كده ايه يعني لما تيجي تعربها هتلاقي نفسك تهت اكتر. الفوتو جاية من الفوتون جاية من الدو الكتريك يعني جاية من الكهرابي. يعني الكهروضوئي. يعني ايه بص من الاخر بيقولك ان انت بيبقى عندك سطح من المعدن لما هتسلط عليه ضوء او هتسلط عليه الفوتون ده نازل بطاقة معينة هيديها للالكترون اللي في سطح المعدن. سطح المعدة الالكترون ده هيبدأ يتحرر. يعمل اميشن لالكترون. عندك الالكترون تحرك تقدر تستفيد بيه داخل دائرة كهربية وتشتغل بيه ككهربا. يبقى معنى كده هو بيقولك ايه بقى ان الفوتوالكتريك ده عبارة عن الالكترون. يعني من الاخر. ده عبارة عن الالكترون بيحصل له من المتال لما الضوء اللي ليه تردد معين ما هو مش اي ضوء هتسلطه على المعدن هيحرر الالكترون. لا ده الضوء ده لازم يبقى ليه موصفة معينة. ايه طيب الموصفة المعينة او الكريتيريا المعينة بتاعته? قال لك لازم يبقى عنده بيسموه يعني التردد الحرج او تردد الحاجز. المصطلح ده بالله عليك مهم جدا واحفظه وخليه على جامل. ايه? علشان انا هقوله لك دلوقتي التعريف الكامل بتاعه. بس معنى الكلام اللي انا بتقولك ان مش اي ضوء هينزل على سطح المعدن هيحرر لك الكترون. لازم يبقى عنده اقل حاجة. او طب لو زاد والله لو زاد او الطاقة بتاعته زادت هيطلع لك الكترون بطاقة اعلى والكترون بانتنستي اعلى. ده المنزر انا عندي ضوء نازل هيطلع لك الكترون. الحاجة دي انت هم استفادوا بيها في ايه? استفادوا بيها في الالات لو انت فاكر بيبقى عندك هنا خلية ضوئية بتطبق نفس الفكرة بتاعت الفوتو الكترا كيف او بيقولك ان انت لما يبقى عندك يعني لما ييجي فوتون او ضوء يضرب سطح المعدن الانرجي بتاعت الفوتون بيحصلات رانسفير للالكترون يعني بتحرر الالكترون خلاص. وان كل ما شدت او الانتنستي بتاعت اللايت اللي نزلة دي زادت كل ما عدد الالكترونات اللي هيطلع معاك زاد. يبقى معنى كده الكهربا اللي انت تقدر تستفيد بيها هتزيد. الانرجي او الطاقة بتاعت الفوتون اللي نزلة اه هتتناسب مع الفريكنسي اوف لايت. مفيش مشاكل وده كلام منطقي. اي انرجي بتتناسب مع الفريكنسي. ايه بقى يا سيد بيقولك ان هو يعني اقل طاقة اعرف التحفيق ايه التعريف ده بقى احفظه او الكريتكال فريكنسي في الفوتوالكتراكيفكت زا مينمام فريكنسي ركواير تو امت او ايجكت الالكترون فروم متال سيرفس. اقل تردد هحتاجه علشان اقدر احرر او اطلع الالكترون من سطح المعدن. بس انا مش عايز بتنك اكتر من كده في الجزء دي. ايه بقى اللي انا شايفه ده بص من الاخر هو بيقولك ان الضوء عموما. الضوء ده يكون يعني متعدد الاطول الموجية هي اما مونو كروماتيك. احادي الطول الموجية. مين اسمه وكروب. كروماتيك اطول موجية متعدد. يعني زي السانلايت. السانلايت اللي هو ضوء الشمس لو عديته على منشور سلاسي او بيتقسم معكل سبع الوان. اللي هو الوان الطف السبع. المونو كروماتيك اللي هو الاحادي ده زي ايه زي اللي زر حاجة سابتة حاجة انت عارف هتشتغل بيها هتبقى سابتة معك. وعلشان كده اللي زر بيكون لي تطبيقات او كتير في المجالات الطبية لانه عارف هو هيشتغل بيه. انما مش هيجيب ضوء كشاف ولا ضوء شمس يشتغل بيه. هو مش هيقدر اصلا يحدد الضوء او يحدد الاريا او اللي هو هيشتغل بيه. او الاطياف بتتقسم برضو النوعين يا اما كنتينوس يا اما لاين. الكونتينوس يعني حاجة زي الحزمة او حاجة زي الباتشة ما تعرفش ايه تفصل ما بين الحاجات اللي فيها. يعني لما يعدي على البرزمة هيدي لك حزمة هيدي لك كنتينوس رينج. في كل الالوان اهو ده الكونتينوس اهو. عديت على منشور ادي لك كل الالوان. بص ما فيش فواصل يعني هم اعتبر ايه ميكس مع بعض يدخلين مع بعض. انما اللي والله دي حاجة او اه مصدر هيدي لك اطوال موجية محددة او الوان محددة يعني ثلاث او اربع الوان وزي ما انت شايف تقدر تميزهم ومفصولين عن بعض فاصل كويس. يعني ده الاحمر ده الورنج ده اليلو ده الجرين مفصولين عن بعض. انما هنا بص حزمة واحدة باتش واحدة زي ما بيقول حاجة كنتينوس. انما هنا خطوط منفصلة عن بعض. يبقى ده اللي انا عايزك تبقى عارفة في اللايت ازا كان بولي كروماتيك او مونو كروماتيك. الاسبكترا ازا كانت كنتينوس او لاين اسبكترم. نقفل بقى صفحة على اللي فات لان اللي جاي ده شغل تاني خالص وحاجات بقى ايه عايزة تفتح دماغ منك وعايزة انك تبقى مركز جدا والجزء اللي جاي ده لازم هتتسهل فيه بقى اي شكل من الاشكال لازم هتتسهل فيه لانه هو من اهم الاجزاء اللي في محاضرة النهاردة ومن اهم الاجزاء اللي هتتعرض لها اصلا في منهج الكيميا بتاعك. خلصت انت بقى عرفت البولي كروماتيك والمانو كروماتيك واللاينس بكترم والكونتينوس بكترم. وعرفت الشغل بقى بتاع اينشتاين والشغل بتاع ماكس بلانك والجمال والكلام الجميل ده والعلاقات وازاي تحسب الفريقونسي او ازاي تحسب لو اديتك لو اديتك فريقونسي التحولات ما بين الاطوال يعني انا وديت لك حاجة بالميتر ووديت لك حاولها لي بالنانوميتر لو اديت لك حاجة بالانجستروم وهكذا كل التحولات دي لازم تحفظها زي اسمك لان دي التحولات دي بقى بجد من ضمن الحاجات اللي بتكمل معك لبعد بكلية بتروح تشتغل بعد كده في معمل في شركة في مصنع في اي مكان الشغل ما بيبقاش يعني ما بدي بقى مش هبديلك انا حاجة بالجرام والكلام ده لازم بتستخدم بقى التحولات دي فالتحولات دي حطها في دماغك وكمل عليها وما تنساش ابدا العالم اللي هناخده دلوقتي او التأثير بتاعه كانت حاجة مهمة جدا لان بناء على نظرياته والحاجة والقاعدة اللي حطها في علماء كتير جوم يشتغلوا بعض منه وقدروا يطلعون لحاجات اجمل واجمل في الكاميا العالم ده ايه بقى العالم ده يا سيدي اسمه ريدبرج ريدبرج اشتغل على بتاعت الهايدروجين اتم يعني الاطياف اللي بتطلع من زرة الهايدروجين اتم لما تفكر تعمل لها اصارة او لما تفكر تعمل لها وهي بعد ما بتعمل لها بيحصل لها حط علاقة لما دارس دي قال لك ايه بقى قال لك ان واحد على اللمضة اللي هو واحد على طول الموجي بصوا العلاقة العامة بتاعته كانت في اللي ما بين دول او اللي ما بين القصين دول واحد على على بحيس بقى وانت بتعوض في العلاقة دي لازم ان اتنين اللي هتكتبها تبقى هي اكبر من الان وان بخلاف اللي يلهولك في مسألة بتاعتك يعني يعني ايه ان وان وان تو هتفهمها دلوقتي لما انا هقولك يعني بس لازم 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 في مسألة ريدبرج او لما هتعوض بعلاقة ريدبرج لازم ان تو تبقى هي اللي اكبر من ان وان طيب يشمعنا لان او دي اطوال مفيش طول بالسالب صح كده تمام جدا لو انت قلت اه مفيش طول بالسالب يبقى لازم الرقم ده كله يبقى هو اصغر من الرقم ده علشان اطرحه منه ما يدينيش رقم بالسالب لان لو اللي ما بين البراكت او اللي ما بين القصين بقوا بالسالب العلاقة كلها تتحول بالسالب وتطبع لك رقم غلط فبالتالي علشان كده هو قالك بقى ان الان اتنين لازم تبقى هي اكبر من الان وان لان هي مقلوبة يعني كل ما الرقم ده زاد القيمة دي كلها هتقل معاك فهيبقى ده القيمة دي هي اللي اكبر من دي يدي لك قيمة مجابة دي اهم نقطة انا عايزك تعرفها في العلاقة العامة بتاعت ريدبرد الار ده ممكن يقول لك ار او الار اتش ده اللي هو ريدبرد كونستان طبيعي ان كل عالم بيكتشف علاقة لازم يسمي الكونستان تبتاعه الاسم هو يعني ما لوهه تعب ليه بقى بيساوي كان بقى بيساوي واحد بوينت زيرو تسع سبعة في عشر رس خمسة سنتيميتر ليه لان هو في الاخر بيتكلم في يعني الواحد على لامضة دي هو مش دي العلاقة الاساسية انا حدطها لك علشان هي اللي انا حلول المسائل هو الراجل حط علاقة ما بين الواف نمبر والرايت هاند ده فانت عارف ان اليونت بتاعت الواف نمبر بالوحدة الطول بس بالماينس فهتبقى سنتيميتر ماينس ون او واحد بوينت زيرو تسع سبعة في عشرة قس سبعة ميتر ماينس ون الرقم ده انا اللي عايزك تحفظه بقى هو هنا علشان يحول من سنتيميتر ماينس ون لميتر ماينس ون هيضرب في عشرة قس اتنين خلي بالك ماشي هو هنا مش هيقسم لان انت هنا بتضرب في ماينس ون يعني هي العلاقة في الاخر كانت اسمها بس اسمها في واحد على واحد على مية يعني ده كان الاساسي لشان تحول من سنتيميتر ماينس ون لميتر ماينس ون هتضرب في واحد على واحد على مية المية اللي هي كانت المقام تحت هتطلع فوق يبقى هي بقيت كأنه هو ضرب على طول في مية فانا عايزك تحفظ الرقم ده لان هو ده اللي انت هتعبر به في المسائل بتاعتك تاني بفهمك الموضوع ان الاتوم لما بتمتص جزء من الطاقة او تعمل ابزوربشن في صورة اتش نيو فبيحصل اكسيتيشن او ابزوربشن ان الالكترون بينتقل عندك من مستوى طاقة لوار او من لوار ليفل انرجي ويطلع ليه الهاير انرجي ليفل ولكن في حالة الامميشن امميشن دي يعني فقد الحاجة اللي هو اكتسبها فبينزل لتحت تاني فكده معناه ان هو بينزل او بيتحرك ترانزيشن من الهاير ليفل للور ليفل والجزئية دي ممكن تجي لك في او في يعني يجيب لك اختيارات يجيب لك صح وغلط ويقول لك والله بحالة عندك بيحصل ترانزيشن من الهاير للور غلط يعني بص يا سيدي انت كأنك يعني واحد بيدي لك حاجة وانت اللي كنت فوق منه يعني اللي تحت هو اللي بيناول اللي فوق فانت بتاخد من اللي تحت يبقى الابزوربشن ان حاجة هتطلع من تحت الفوق اميشن بقى ان انت خلاص سيبتها وراميت هالو تاني فالحاجة دي هتطلع من فوق او هتنزل من فوق ترجع تاني اللي تحت اللي هو بيسموه الجراوند ستيت وضيف لمعلوماتك ان الزرة او اي الكترون او اي اتم بتبقى حابة ان الالكترون بتاعتها تبقى موجودة في الجراوند ستيت لان ده المستوى الاكسر هي كده خلاص ماخدتش طاقة الالكترونات بتاعتها موجودة في الجراوند ستيت ما اثرتش عليها باي حاجة بالضبط حط نفسك مكان الزرة وانت راجل نازل في الصيف ولابس جاكت اه من الجواكت البنب دي الفبر وحاجة يعني اخر حر اكيد مش هتبقى مبسوط ومش هتبقى عاد مرتاح طب ايه يا سيد الجراوند ستيت بتاعك في الحالة دي والله انك تقلع الجاكت لان الجو مش مستهل انك تلبس جاكت فالطاقة اللي تكونت عندك والحرارة اللي تكونت تحت الجاكت بمجرد ما هتقلع الجاكت شوية هتبدأ بقى ايه الحرارة بتاعتك تتعادل مع الجو تبدأ بقى ترجع انت الحالة بتاعتك بالضبط كده هو ده اللي انا عايزك تفهمه من الجزئية دي القانون خلاص قدام منك علشان القانون ده هتحل عليه مسائل كتير جدا وهتفهم منه حاجات كتير لان بسبب القانون ده في شوية علماء كده اشتغلوا عليه ونعرف طلعولنا ايه ده المعلومة اللي انا لسه الهالك ان في حالة ده عبارة عن يعني ده انتقال من مستوى طاقة اقل لمستوى طاقة اعلى خمس علماء بخمسة بخمس اريات او تلاتة تلاتة زون لازم تبقى اعرفكم لان لازم هتتسأل فيهم مين هما دول بقى بص يا سيدي كنت بتاخد انت في السنوية العامة بالمتسلسلة الاطياف لزارة الهايدروجين خمس علماء كل عالم اشتغل على حتة او قدر يكتشف حاجة سماها باسمه متسلسلة او اللي انا عايزك بقى تعرفه منه ايه بقى المعلومات الاساسية الزون او اللي بيقع فيها ده يعني بيقع في باشن وبراكت وفوند بيقعوا في الاي ار او الانفرا ريد ولكن باشن بيتميز ان هو في النير يعني المتوسطة او القريبة والبراكت والفوند بيقعوا بيقعوا في الفار انفرا ريد وخلي بالك وزيد لمعلوماتك ان ما بين النير والفار انفرا ريد بتقع ريجون تانية اسمها ميد انفرا ريد بس اللي انا عايزك تعرفه كل سيريس من دول بتطلع بتطلع لان دي هتجي لك يا اما فدي حاجة مهمة جدا الحاجة التانية اللي انا عايزك تعرفها هو كل سيريس من دي او كل سلسلة من دي بتاعتها بكام او بتاعتها بكام من البداية انت رتبه متسلسلي وحط الارقام من واحد لخمس لمن ان بتساوي واحد ان هتساوي اتنين ان هتساوي تلاتة ان هتساوي اربعة ان هتساوي خمسة يعني لو احنا هتكلم في الالكترون يطلع او ينزل او يروح او من اي مستوى طاقة خلقوا ربنا بس تبقى البداية بتاعته او النهاية بتاعته في ان رقم واحد ده اللي هو عايز فاهمولك لو تكلمنا طيب على باشن باشن احنا قلنا ان الان بتاعته بتلاتة يبقى الالكترون او بتاعك يحصل من اي حتة من اي مستوى طاقة من ما لنهاية بس في الاخر تروح تروح وترجع لان بتساوي تلاتة ولو تكلمنا على فوند دي بتروح وترجع لان بيساوي خمسة الان دي لو هنرجع لمعادلة هتعتبر ان واحد لكل من دي يعني انا قلتلك والله او قولي بتاع متسلسلة ليمن عنده وفلينس قد كده وانت عارف ان القانون ان يو بار بيكوال اه ار اتش اللي هو في واحد على ان واحد سكوير نقص واحد على ان تو سكوير يبقى في الحالة دي في حالة ليمن اللي احنا لسه قلناها ان وان اللي في القانون هتساوي واحد وان اتنين انا قلت لك الفرست لاين ركز بقى معايا في المعلومة اللي جاية دي في المسائل هو لو حاب يلعب معاك مش هيقول لك الترانزيشن حصل من ان تلاتة لان واحد لو او قلها لك كده يبقى هو كده بيدي لك الدرجة بتاعت المسألة دي لان هو كده ابسط حاجة تعويض مباشر وخلاص ولكن اللعبة بقى بييجي فان اللعبة بيجي ان هو يقول لك والله ان حصل ترانزيشن للسيرد لاين في الليمن سيريس واحدة واحدة بقى في الكلام ده انت قلتلي ان الان وان في الليمن سيريس بتاوي واحد ايه بقى السيرد لاين بص يا سيدي السيرد لاين يعني اول خط هو الترانزيشن اللي بيحصل من الليفل اللي اعلى من المستوى الاساسي بتاعت السيريس بتاعتك يعني في حالة انا خلاص ان وان دي هي ان وان بتاعتي هل ينفع يحصل ترانزيشن من ان وان لان وان ما فيش الكلام ده الترانزيشن دايما بيحصل من درجة لدرجة انت لو طالع السلم يعني ما بتقابش على نفس الدرجة وتقعد تمشيلي بالعرض فيها وتقول لي انا كده انتقلت من درجة لدرجة لأ انت ما زلت في نفس الدرجة. ومحدش بيعمل كده. انت لما بتيجي تطلع السلم بتطلع درجة على درجة. يبقى انت كده هتطلع من تحت لفوق. فهنعتبر ان بتاعك او اول درجة عندك في السلم انت كنت فتطلع فوق. يبقى دي كده اول خطوة ليك. صح? يبقى مش الدرجة اللي انت وافع عليها اول خطوة لأ. الدرجة اللي انت وافع عليها دي خلاص دي دي الاساسية بتاعتك. وليكن هنقول بتاعت الدور الارضي. بتطلع الدرجة الاولى دي اسمها الدرجة الاولى. ولكن هي ترتيبها كم في الدرجات? ترتيبها بيساوي اتنين. ده بالزبط اللي بيحصل هنا. ان هي عبارة عند ان بتساوي اتنين. طب عند ان كم? عند ان تلاتة. عند ان اربعة. عند ان خمسة. اتمنى انك تكون فهمت الحتة دي يعني من الاخر عشان تجيب المستوى لازم كده ايه هتطرح منه واحد. يعني لو قلت لك السرد لاين. اه لمتسلسلة ليمن مش هتقول لي بقى تلاتة? السرد لاين هيبقى عند اربعة. هي الاساسي بتاعتها كام? الاساسي بتاعها واحد. وانا بقول لك السرد لاين يبقى هي هتبقى عند اربعة. يبقى انت كده هتطرح او هتزود على الرقم ده تلاتة. اللي هو الرقم واحد. لما هتزود عليه تلاتة يدي لك الان اتنين بتاعتك اربعة. خلينا ناخد على مثال تاني لو قلنا باشن. باشن انت عارف ان الان بتاعتها الانيشيال ايكوال تلاتة. طب انا لولت لك الفيرس لاين. يبقى هتزود واحد. يبقى بقيت الان اتنين باربعة. طب لو قلت لك السرد لاين او الفيرس لاين. لو قلت لك الفيرس لاين بتاع باشن. انت عارف النفباشن الان وان او الان انيشال بتلاتة. وقلت لك الفورس يبقى الخط الرابع يبقى هتزود على الانيشال بتاعتك عدد الخطوط اللي انا قلتها لك يبقى ثلاثة زائد اربعة اي ساوي سبعة. اتنين ثلاثة اربعة اهو. اهد الخط الاول اهد الخط التاني اهد الخط التالت اهد الخط الرابع. يبقى تجيبها بقى بطريقة التزويد بس لازم تبقى عارف الانيشال بتاعتك صح? يا اما ترسمها في دماغك وتتخيلها لو نسيتها لان انت لو فاهم الرسمة دي لو لقدر الله نسيت الموضوع اللي انا بقول لك علي انك تجمع الانيشال بتاعت السيريس على الخطوط اللي قالك عليها ان كان الخط الاول التاني التالت يبقى انت كده هتعرف تجيبها صح. نسيتها يبقى انت عارف الرسمة وتبدأ تمشي مع الرسمة واحدة واحدة. انت بس ممكن تقدر تيجي من الان ما لنهاية. ما عندوش اي مشكلة. ملحوظة مهمة ودي دي دي هتيجي وش دي يعني دي لازم تجي لك. بيقول لك ايه بقى بيقول لك ان الانرجي بتاعت ليمن اكبر من بالمر اكبر من باشن اكبر من براكت اكبر من فوند. الطاقة بتاعت ليمن اكبر من بالمر لحد ما توصل لفوند وده منطقة لاني انا قلت لك ان ليمن في الالترافايلوت وفوند في الانفراريد. وخدنا احنا من كم سلايد كده ان الالترافايلوت انرجي اكبر في الطاقة من اكبر في الطاقة من الانفراريد. اكبر من الطاقة في الرادي. طب العكس للويفلينس. يعني انا لو قلت لك السؤال ده يجيبولك بالانرجي يجيبولك بويفلينس. فلازم تبقى عارف ان انا لو قلت لك انرجي يبقى هو ليمن اكبر حاجة. لو قلت لك هيبقى ليمن اصغر واحد فيهم كويفلينس لان انت كمان عارف ان الانرجي يعني الطاقة بتتناسب تناسب عكسي مع الطول الموجي وتتناسب ايه بقى لو انت فاكر مع الفريكونسي او مع التردد بتتناسب يعني تتناسب تناسب تردي مع الفريكونسي او مع التردد. خلاص الجزية دي. مش هتنساها. واضحت. طيب. يجيب لك بقى حاجة تانية ولو عايز هو بقى يلعبك بالكلام. يقول لك ايه? يقول لك والله عندك ترانزيشن حصل من ان اتنين لان واحد هو ده اللي اكبر في الطاقة ولا ولا ترانزيشن حصل من ان سبعة لان اتنين. واحد عيجي يقول لك يا عم ده ده ترانزيشن جاي من من سبعة لاتنين. يعني خمس مستويات طاقة. لا ده اكيد ده اللي اكبر. انما الترانزيشن اللي هنا ده حصل من ان اتنين لان واحد. لا يبقى اكيد انا هاخد ايه اللي هو قال لي عنيه اللي فيه خمس او اربعة مستويات طاقة. لا يا سيدي. اللي بيحكمك هو راح لمين? هو راح في الاخر لليمن ولا راح لبالمر. ليه? لان بص الان وام ده اللي هو اكتر مستوى طاقة داخلي. ده بيبقى اعلى في الطاقة ده عشان تطلع منه الكترون. خليني ادي لك ارقام تقريبية. وليكن انا عشان اطلع الكترون من الان وان انا محتاج عشرة جول. ده رقم تقريبي. محتاج عشرة ايه? عشرة جول. ولكن عشان اطلع الكترون من الان اتنين انا محتاج بس خمسة. وصلت كده. يبقى انا عشان اطلع من هنا محتاج عشرة. لا خلينا عشان اطلع من اتنين انا محتاج تمانية جول او سبع جول. حلو الكلام ده? طيب. انا لو اديت هنا العشرة جول هم انت محتاج عشرة جول انما ان اتنين دي عشان تطلع منها اول الكترون عشان يطلع منك انت محتاج خمسة الخمسة تطلع لك الكترون من هنا الستة من هنا لهنا من هنا لهنا السبعة سبعة جول هيبقى من هنا لهنا التمانية من هنا لهنا طب لو انا اديته عشرة جول لو اديته عشرة جول مش هيطلع لك من المستوى التاني هيرجع تاني ويطلع لك الكترون من المستوى الطاقة اللي هو الانرت او اللي اعلى في الطاقة اعتبرها بالزبط زي بقات النت كده انت بيبقى ليك باقة ليك ليمت ليك عدد محدد من الجيجات لما بتتخطى خلاص يعني خلص فده المفهوم وده القصد وده نقطة مهمة لازم تبقى انت تفاهمها ان انت اللي بيحكومك السيريوس اللي هو بيرجع لها في الاخر ده تاني الملخص ده بتاع السيريوس بتاعتك احنا قلنا ان وان واحد لكل واحدة فيهم يبقى واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وان اتنين بتتوقف على الجملة اللي هيقولها لك لو قال لك ودي عرفنا نجيبها ازاي بالكلام اللي هيقولولي او من الرسمة لو انا نسيت وعرفت الريجين او لكل واحدة او لكل سلسلة بتقع في انه بالزبط تبقى لده بقى ما هو ملخص الكلام كبير اللي احنا كنا بنتكلم فيه نبدأ بقى لامسلة وهي اللي هتثبت المفهوم اللي انا عايز اوصله لك اول مسال بيقول لك احسب لي بص اول تعامل اهو مش مش دغري زي ما بيقول المسألة دي عشان تحلها لازم تكتب على جنب كده ان الان وان بكام والان اتنين بكام لو طلعتهم صح اتعود تعويض مباشر طلعت المسألة بتاعتك صح ان وان في ليمن سيريس بواحد طب وان وان اتنين هتبقى بكام هو قال لك ساكند لاين انت عندك ان وان بواحد والساكند لاين يبقى انا هجب مع اتنين على الواحد يبقى الساكند لاين ده الان بتاعته بتلاتة صح كده اهو الان الساكند لاين في ليمن بتلاتة هكتب تاني القانون تعويض مباشر بس خلي بالك في حل المسائل دي يعني ما بتجاوبش بالطريقة دي كده لأ انت يكتب القانون بتاعك اكتب التعويض جوه القانون يعني تشيل دي وتحط مكانها واحد تربيع او وان سكوير وتطرح وتكتب هنا تلاتة او سري سكوير والخطوة اللي بعدها تقوم فاكك بقى المعادلات دي او فاكك الارقام اللي في الاخر انك توصل لرقم واحد بس هو خلي بالك الرقم ده ايه الرقم ده واحد على لمضة انا عايز ايه انا عايز الويف لانس ففي الاخر هم انا اقيل والله ان الويف لانس بيساوي واحد على الرقم الجميل ده هيطلع لك واحد بوينت زيرو اتنين خمسة في عشر والسالب سبعة متر طب اسيبها له على كده والله لأ انت ممكن بعد كده عشان تخلي الرقم شكله جمالي شوية انك تحولها للنانوميتر علشان هي دي اليونت الشائعة في طيب من متر النانوميتر كنا بنضرب في كام في عشرة قس سلب تسعة ام في عشرة قس تسعة ناس من متر الكبير لنانوميتر الصغير يبقى انا هضرب في عشرة قس تسعة عيدي لك مية واتنين بوينت فايف نانوميتر كده انت حلت مسألتك والدنيا تمام وتاخد درقتك كم نتعود مباشر اهم حاجة اليونتس بتاعتك ما تنسهاش وتعود على الكالكوليتر بتاعتك صح المثال التاني بيقول لك احسب برضو الويفلنس للسبكترا لاين لو حصل ترانزيشن بقى منين لفين والله هو هنا بيقول لك حصل من ليفل اربعة لليفل اتنين الانصر في السؤال ده ربعمائي ستة وتمانين نانوميتر حل ولو الاجابة بتاعتها غير ربعمائي ستة وتمانين ارجع تاني للشرح هنا الحاجة اللي ممكن تلخبط الناس كلها ويرجع يروح يطلع رقم بالسالب يا باشا مفيش ويفلنس مفيش طول موجي مفيش واحدة زمن مفيش واحدة وزن بالسالب مفيش حاجة من الحاجات دي بالسالب ليه لان انت ممكن تطلق بطاقة ده حصل ترانزيشن من ان اربعة لان اتنين يبقى انا في القانون بتاع ريت برج هحط ان تو باتنين وان وان باربعة هب يطلع لك الرقم سالب تلاقي نفسك بقى محتار بقى فين يعمل اجابة مش موجودة لان في الحالة دي لازم ان اتنين هي اللي هتبقى باربعة عشان هي الاكبر وان واحدة تبقى باتنين علشان هي الصغيرة ويطلع لك الرقم ده هتطلع انت في بالاول بالميتر ادراف عشرة وستسعة يطلع لك بالنانوميتر مسألة تانية بيقول لك برضو احسب لي للفوتون اللي بيطلع في ترانزيشن من ان خمسة الان اتنين من ان خمسة الان اتنين نفس الكلام برضو في الهايدروجين اطرق سيبك من طريقة الحل دي لان هي يعني مجعلاصة شوية دي جاء من مرجع كده ولكن خليك في الطريقة بتاعتنا دي انت هتكتب القانون ده القانون الاساسي بتاعك في التعويض اهوس بقى هو كان اقيل لك ايه من ان خمسة الان اتنين بس انا حطيت ان اتنين هنا كام بخمسة وان وان باتنين يطلع لك ان الواحد على نمضة بيساوي الرقم ده ميتر مينوس وان ليه ميتر مينوس وان لان انا معوض بالسابت بواحدة الميتر مينوس وان لو كنت تعوضت بعشرة وخص خمسة يبقى انا هطلع لك سنتيميتر مينوس وان وده هو اللي كان عامله هنا هو انا كان بعوض الكونستانت عشرة وخص خمسة فطلعه بسنتيميتر م مينس وان. ولكن انا هنا عوضت دايريكت على طوله عشان ما نزودش على نفسنا. ميتر مينس وان يبقى انت تجيب اللامضة بتاعتك اللي هي واحد على الرقم ده. هيطلع لك زي ما انت شايف. اربعة وين تلاتة اربعة فاشة سبعة سبعة متر. عشان تحاولها لنانوميتر اضرب في عشر واست تسعة هيطلع لك ربعمائة اربعة وتلاتين. حل المسألة دي هيبقى شابه المسألة دي بالزبط ولكن بدل خمسة هتبقى اربعة وتكمل بقية الحسابات بتاعتك. مسألة تعود مباشر بيقولك ايه هو للساكند لاين بتاع الباشن. لو انت فاكر احنا كنا بنقول ان يعني الان وان بتاعته بتلاتة. هو بيقولك الساكند لاين يبقى الان اتنين فيها تلاتة زي دي اتنين بخمسة. ده برضو ايه مسألة تعود مباشر زي ما احنا متفقين. وان انت بعد ما بتخلص بتحول بتعوض من متر تحول ليه النانومتر. لو خدت بالك المرة اللي فاتت ليمن كان ليها ويف لينس اقل. كنت تتكلم في حوالي ربعمية او تلتمية وشوية. لما خدت في اللي قبلها بتاعت بالمر كنت تتكلم في ربعمية. لما طلعت بقى الباشن بتتكلم في ويف لينس الف ومتين. يعني انت اواخد بالك ان الويف لينس في المتسلسلات بيمشي عكسي. يعني ليمن اقل في ولكن في زي ما اتفقنا ان ليمن اعلى في دي نفس المسألة اللي احنا حلناها بالتفصيل من شوية برضو هي مسألة تعود مباشر دي كده ما فيش فيها اي مشكلة. هنا في المسألة دي برضو هتبقى مجرد تعود مباشرة وبيقول لك ان يعني هي حاجة جاية من بص بقى في الكلام ده هو بيقول لك من من مستوى طاقة اعلى عشان يرجع للمستوى الاساسي بتاعه في ليمن اللي هو ان بواحد. خلاص ان واحد في ليمن طالما قالك ليمن يبقى انت كده نص المسألة او نص الاجابة عندك. بيقول لك بحسب لي الفيرس لاين في السيريز دي اللي هي بتدي لك ويف لينس مية اتنين وعشرين. هو بيقول لك ان الفيرس لاين لو اول خط بيدي لك مية اتنين وعشرين نانوميتر. ايه بتاع الساكند لاين? هيبقى كام بقى? يعني هو هنا يعتبر ايه حللك مسألة للفيرس لاين. الفيرس لاين اللي هو الان اتنين بتاعته وتسوي اتنين. لان انت هنا في ليمن. هو بيقول لك ايه بقى الساكند لاين? يعني هو هنا بيلعب عليك بالكلام بس انت في الاخر عايز كلمة الساكند لاين. الساكند لاين دي علشان تقول له ان الان اتنين بتاعتك تلاتة. تعوض تعويض مباشر وتطلع الرقم. مفيش فيها اي مشكلة والرقم ده لو تقدر تحوله للنانوميتر علشان يبقى مية وتلاتة يبقى كتر خيرك مية وتلاتة نانوميتر. يبقى زي الفل. لان هو في الاخر بيدي لك الانسر بالنانوميتر. ايه دي مسألة فاللي انت بتعمله على جنب ده. ده تسهيل ليك او هو ده اللي بيوصلك للحل. مفيش اكتر من كده. المسألة دي بقى عجبتني جدا هو هنا بيقولك في متسلسلة باشن حصل من هاير ليفل لان تلاتة خلاص انا ان واحد في باشن بتلاتة. ايه هو اقل هيحصل في دي. بصوا هنا لعب عليك بالكلام وبيشوفك انت فاهم ولا مش فاهم. هو هنا ما قالكش الترانزيشن حصل من ان كزا لان تلاتة. هو بيقولك والله في ترانزيشن حصل وهو رجع فعلا لان تلاتة لان لازم يرجع لان تلاتة لان هو في سلسلة باشن سيريس. ايه بقى الترانزيشن اللي هيحصل ده? يعني يجي من ان كام عشان يديلك اقل يعني اعلى طاقة. اعلى طاقة يعني انت هتيجي من ابعد مستوى طاقة في الزرة دي لحد ما توصل لان تلاتة. يبقى ان اتنين بتاعك ده ابعد واحد يعني اخر واحد. طب اخر واحد ده احنا بنعبر عليه في الرياضة بايه? بنعبر عليه بالمالة نهاية. يعني انا لما اقول لك ايه هو يبقى انا هاجي من اعلى مستوى طاقة فوق خالص لحد ما اوصل لتلاتة. يبقى ان اتنين في الحالة دي يعني اللي هي بتساوي ما لا نهاية. عوض التعويض بتاعك هتلاقي نفسك في الاخر بتحط في العلاقة ان واحد طب واحد على الانفينيتي لو انت بقى لسه واخدها في الرياضة ان واحد على الانفينيتي ايكوال زيرو. يبقى ده كده بزيرو. يبقى المسألة خلاص هترس معاك على الجزء ده اللي هي تساوي تمامية وعشرين نانوميتر. شفت انت ده بقى الجمال في الكلمة دي. الكلمة دي يحطه لك بقى في باشن في فوند. لو قال لك يعني اعلى طاقة يعني جاي من بعيد خالص. يبقى انفينيت على طول. طب ممكن يعكسها لك ويحطه لك حاجة تانية بقى يقول لك خلاص تمام. طب لو قال لك يعني لو قال لك اطول طول موجي في دي او في السلسلة دي. اطول طول موجي يعني اقل طاقة. اقل طاقة لو انا هفترض ان انا زي ما اقولت لك ان انا اقل طاقة بتحصل للمتسلسلة ليمن دي لما يحصل من ان اتنين بس ويرجع لان واحد ليه لان انت انا اديتك مثال ان هو بس بياخد عشرة جول علشان يطلع من ان واحد لان اتنين طبع عشان يطلع من ان واحد لان تلاتة يعني يطلع مستويين طاقة اعلى كان محتاجة ناشر جول يبقى اقل طاقة او اطول طول موجي اللي هو اللي بيحصل من المستوى اللي هو فوق المستوى الاساسي بتاع السيريس بس كده دي كده محاضرة النهاردة وده الجزء اللي لازم تبقى انت عارفه وفاهمه كويز جدا وموضوع المسائل ده لازم تدرب نفسك عليه قوي دور على النت النت مليان مسائل كده اكتب بس وهتلاك جميع المسائل اللي موجودة دي بالحلول بتاعتها بوركشيت من جامعات برة درب نفسك على قد ما تقدر لان الحاجات دي كلها عايز احلول مش عايزة مجرد انك تعرف معلومة او معلومة صماء من غير ابلاق او من غير تطبيق هتتنسى معاك ذاكرف الورقة والقلم وحل مرة واثنين وثلاثة وما تكتفيش ان الحل موجوده قدامك اكتبوا على الورقة بتاعتك عوض بالقالة عندك او بالكالكيليتور عندك عشان يبقى عندك سرعة في الامتحان ان شاء الله كانت نهاية الجزء التاني لو عايز الجزء الثالث او ان شاء الله عشان يوصل لك الجزء الثالث اول ما انزله ما تلساش تعمل سابسكرايب وتفعل الجرس عشان اول ما الجزء الثالث ينزل يوصل لك بالموضوع ده ان شاء الله لو في اي اسئلة اي استفسارات تقدر تبعد وانا ان شاء الله هتجاوب معكم وارد عليكم شكرا بتوفير لكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته